أستاذ محمد برضو مباراة مصر ومباراة كودفور الكوميكس الحقيقة اللي منتشرة في كل أنحاء السورشال ميديا والصفعات هل بتعتبر ده زي ما الأستاذ بحمود والأستاذ جمال اتكلموا في هذا الأمر إنه هو شيء سلبي ولا إيجابي ولا ما فيش مشكلة إنه نسمع كل الحاجات دي وفي الآخر منتخب ليه جزء الوحد وليه تفكيره الوحد طبعاً يعني المنتخب ليه جزءه ليه تفكيره ليه طريقته هل بيتأثروا يعني اللعبين بتأثر؟ طبعاً لأن كل الحاجات بتوصل اللعبة دلوقتي يعني أي اللعب دلوقتي بيوصله الرد الفعل ودلوقتي هي السوشيال ميديا هي أصرح حاجة بتوصل الحاجات ومن الأكتر وسائل الإعلام دلوقتي تأثيراً يعني تقريباً يعني ورثة الصحافة اللي كانت مؤثرة جداً وكانت دايماً بتأثر وكانت بترفع المعنويات وتأثر وتعمل بيتسوشيال ميديا هي عندنا هي اللي بتؤثر وهي اللي بتنقل رد الفعل العام ورد الفعل اللي قابل بيشوفوه اللي قابل بيتحركوا على أثره بيكون في ردة أفعال يعني يمكن لاحظنا ده مثلاً في تصرحات والد محمد النين الحاجات دي وصلت للنين هناك فتوصل مع ابوه بيقول ما تكلمش في حاجات من هذا القبيل المفروض عندنا لعبة خبرات كبيرة جداً أي أن كانت الحاجات دي المفروض ما تأثرش على منتخبنا إحنا مفروض دلوقتي كلنا خلف المنتخب الوطن مدام فيه مهمة موجودة كلنا مع المنتخب الوطن ندعمه بمنطقة القوة النقف خلفه إحنا المنتخب مش قليل إحنا تاريخنا كبير جداً ودائماً بنقول لو نسيت نفسك بص على الأموز بتاعك هتلاقي فيه سبع نجوم موجودين سبع ألقاب رقم قياسي رقم تاريخي بيحمله منتخب مصر إحنا انتصرنا على كل الفرق الأفريقية في عز قوة وعز مجدع وإحنا كنا بلعابة محليين لعابة ما كانت عندينا محترفين خالص لعابة التي طالعة من الدور المصري قدرنا يعني نتفوق على كل كبار وكل عمليقة أفريقيا أنا شايف أن منتخب مصري لو لها بشكل كويس جداً وربنا هدى كيروش واختار الشكل المناسب واختار الطريقة المناسبة أعتقد يعني ما بقولك دي يحط تحتها خطوط كتيرة جداً إذا هو وفقها في اختيار التشكيل المناسبة وفقها في الخطة المناسبة وفقها في التغييرات وتوقيتاتها أعتقد أن ده حيمنح منتخب مصر إن شاء الله تفوق كبير الطبيعي أنهما اللي يبقوا خايفين لأن كل الخلفيات بتقول أنهما ما مقابلونا خسروا بشكل كبير جداً وأنهما ما تفوقنا عن اليوم في عشر مواجهات أنت كذبان سبعة هم خايفين صبعاً هم خايفين ليس نحن اللي خايفين يا جماعة يعني يعني واعتقد أنه بعد اللي حصل من تونس ده لازم يخافوا أكتر لأن إحنا عندنا لحظات بنقدر نصنع فيها الفارق عندنا لعبة إحنا عندنا واحد من أفضل تلات لعبة في العالم عندنا محمد صلاح يعني ده يرعب أي حد يرعب أي حد ولو مسكوه 2-3 هيفض الدنيا كاملة الأكتر من لعب تاني يقدر يخش وتحرك ويلعبه بقيت كام أخوها محمود صبري إن زيزو دازم يكون ليه دور في المباراة وإن فيه لعبة لابد إن يكون ليها دور وليها لمساتها وليها إسهاماتها في المباراة حشان نقدر نحسن المباراة دي أنا أعتبر إن ماتش ده ماتش السنغال ما أنا لو خطرت من كد فارطة أعمل إيه في السنغال في كاس العال أنا مهم جدا بالنسبة لي إن دي ربنا أداني تجربة مهمة جدا وفرصة كبيرة جدا إن أنا أكسب المباراة دي وأقدر أتجاوز وأوصل لدور التمانية أنا أوصل لسيم فاينال مستريح بإذن الله وأتخطى كل الفرق لأدامك نوصل بسا نوصل للطبيعة بالنسبة لي